وضع منتخب الجزائر نفسه في دائرة الحسابات الصعبة لحسب تأهله إلى الدور السادس عشر ببطولة كاسمم إفريقيا الحالية بعد التعادل المثير أمام بوركنافاسو مساء السبت وأمامنا سيناريوهات مجنونة لتأهل الجزائر حتى أنها ممكن أن تتأهل في الصدار رغم عدم تحقيق أي فوز سابقا ففي حال فوز الجزائر على موريطانيا وفوز أحد المنتخبين بوركنافاسو أو أنغولا على الآخر بالجولة الثالثة سيصبح في رسيد الجزائر خمس نقاط ويتأهل للدور السادس عشر في المرتبة الثانية للمجموعة الرابعة التي يكون فيها صاحب المرتبة الأولى بسبع نقاط بوركنافاسو أو أنغولا لكن يمكن أيضا لمنتخب الجزائر التأهل متصدرا للمجموعة الرابعة ولكن بحسابات صعبة بعض الشيء ففي حالة فوز الجزائر على موريطانيا وتعادل بوركنافاسو مع أنغولا سيتساوى المنتخبات الثلاث الجزائر وبركنافاسو وأنغولا بخمس نقاط وسيضمن الثلاث التأهل ولكن ترتيب المجموعة سيتحدد وفقا لفارق الأهداف وهنا يمكن لمنتخب الجزائر التأهل متصدرا للمجموعة الرابعة حالة فوقه في فارق الأهداف على أنغولا وبركنافاسو وحتى تعادل الجزائر مع موريطانيا في الجولة الأخيرة قد يضمن له التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات أصحاب المركز الثالث ولكنه سينتظر الترتيب النهائي لجميع المجموعات لتحديد مصيره كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري ويا رب التأهل للدور القادم حتى نؤكد أن محاربي الصحراء يتعثرون ولا يسقطون